السلام عليكم أهلا بكم في درس الملاكمة اليوم أريد أن أتكلم عن تعليق يعني أجده كثير في فيديوهاتي التعليق كيف برنس ناسيم حمد أو مثلو ينزلون أيديهم ويعملون بوكس هكذا وأنا كمدرب أقول لازم أن ترفع يدك ولازم أن تعمل هكذا هكذا ولكن أنا أراه في التلفزيون أو في ماتشات من برنس ناسيم أو من مايك تايسون أو من محمد علي أو الكبار أنهم ينزلون أيديهم أحيانا أو يعملون هركات التي أنا كمدرب أقول هذا لا تفعل وهم يعملونه وأريد الآن أرد على هذا لأن أجد هذا كثير هذا السؤال أجده كثير أولا أريد أن أعطيكم مثل يعني مثلا تفل أربع سنة أو ثلاثة سنة يتعلم كيف يسوك البسيكلات يعني ونحن نقول له شوف اركب البسيكلات ولا تمسك مع اليد يعني هذا في الأمام لا أعرف الآن في العربي ما معنى لا تمسكه أنت بدون يد تسوق على طول تسوق البسيكلات هكذا على طول هل ممكن؟ طبعا ليس ممكن أولا لازم أن نتعلم البسيكلات خطوة بعد خطوة التفل يركب يركب وممكن يقع أولا يجب أن يتعلم التوازن ونفس الشيء في الملاكمة يعني هو يركب البسيكلات ويجب أن يمسك جيد وأنت تعلمه كيف يمسك ويرى إلى الأمام ولا تقول له أترك يدك وامشي لا هذا يحتاج وقت حتى يتعلم وتمرين كثير حتى يستطيع أن يترك يده ونفس الشيء في الملاكمة أعطي لك مثل آخر مثلا أنت تتعلم سياك السيارة أنت لا تركب على طول سيارة مع 500 حصان لو تركب سيارة مع 500 حصان تطير يعني لا تستطيع أن تسوقها لازم تبدع بطيع ونفس الشيء في الملاكمة أنت لازم أولا تأخذ الأساسيات ولما تأخذ الأساسيات تستطيع أن تتقدم وهذا يقول لك كل مدرب في الملاكمة في كل نادي الذي تذهب يقول لك ارفع يدك خذ هذا الوقوف وعمل دفاع حتى تتعلم توازن جسدك وحتى تستطيع أن ترد الدربات ومن بعد أن تستطيع أن تستمر من بعد مثلا في ناس هو يستطيع أن يأخذ البسيكلات ويمشي على الدرجة واحدة يطلع فوق وممكن يترك يده هذا الناس يعني يعمل تمرين كثير حتى يستطيع أن يأخذ هذا التوازن ويستطيع أن يمشي هكذا مع البسيكلات ونفس الشيء عمل مقارنة للملاكمة لا تستطيع أن تعمل أن تترك يدك وأن تعمل دفاع عن الدربات إلا بخبرة كبيرة وكيف أعرف أيضا من الفيديوهات من مايك تايسن من الانترويوز أن الملاكمين مثله يعملون تدريب طويل جدا يعني حياتهم الملاكمة يعني أنت ليست ممكن أن تعمل ثلاث مرات تمرين في الأسبوع وأيضا تكون مثل مايك تايسن أو مثل أي ملاكم كبير يعني هؤلاء كانوا يعني يستيقض في الصباح وأول شيء ماذا يفعل يذهب إلى الجيم ويعمل تمرين ويعمل ملاكمة وفي الصباح وممكن يبقى كل يوم في الجيم حتى المساء ويعمل تمرين وكيف أعرف من مايك تايسن أن يذهب إلى البيت ممكن يأكل ويستمر أمام المرئية ويعمل حركات الملاكمة وهكذا يستطيع يعني في أول شيء يعني يحتاج إرادة وهكذا يستطيع يعني يكون مثل هو يكون ويستطيع أن يترك ويستطيع أن يتقدم إلى هذه الدرجة يعني مثلا الناس في سيركوس هؤلاء يعني حتى يمشي على هذا الحبل أو حتى يعمل حركات يعني غريبة حيعمل تمرين حياته يعمل تمرين حياته وهذا يحتاج كثير تمرين وأيضا يحتاج موهبة وأريد أن أقول أي نقطة تحتاج لكي تصل إلى هذه الدرجة مثلا أول شيء الأول شيء تحتاج الإرادة الإرادة في القلب القوة جسد الموهبة السرعة وتحتاج وقت تحتاج وقت وتحتاج مدرب جيد تحتاج وقت ومدرب تحتاج أيضا ماذا كله وهذا عملته في فيديو آخر الصرف الملاكمة أن تحتاج صفة أنك تستطيع أن تعرف حركات الملاكم الخصم منك أن تحسب كيف يأتي أي حركة يأتي المقبلة وأيضا ماذا يوجد عند الملاكم الكبير أنه متعمدا مثلا يترك الدفعة أو يعني يقف غلط لكي يخرج من الخصم ضربة ويعمل رت على هذه الدربة يعني هو مثلا يعني مثلا يقف ليس مسكر هو ممكن يعمل يد هنا ويتركك يتركك أن تظن أنه هنا مفتوح أنت تظن هو هنا مفتوح ولكن هو يتركك أن يرى هذه النقطة ويتركك أن تضرب فيه ولكن هو يعرف كيف يرد على هذا أو يعمل حركة متعمدا يعمل حركة خطأ يعني مثلا يضرب خطأ مثلا يضرب يضرب يسار ويترك اليمين تحت متعمدا يعمل هذا لكي يكون لك يعزمك تعالى اضرب لي اليسار من جنب اضرب لي هذا الضرب هو يضرب ويعمل هكذا يعمل هكذا حتى أنت ممكن ترى وتظن أن أنا أستطيع الآن آتي إلى هنا ولكن في هذا اللحظة هو يعرف كيف يعمل الرد وهذا يوجد عند كثير الملاكمين مثلا أيضا نوماتشنكو وقوفه يستعمل أنه اليمين الأول ويدعي رجله إلى وسط الخصن وهذا خطأ لازم يكون عادة الرجل برا يعني ممكن أعمل هذا في فيديو آخر المهم هو يعمل خطأ متعمدا حتى الآخر يظن هو الآن يستطيع أن يضرب هذه الدربة وبعد يأتي الرد يعني أو يخرج أو الملاكم يخرج منك ضربات آخر يعني يخرج منك يعني يعزمك إلى الضربات وبعد يضربك يعطي لك الرد وهذه الصفة يوجد بس هذه الصفة يوجد بس مع تمرين كبير مع تمرين كثير لا تستطيع أن تعمل هذا ثلاثة مرات في أسبوع أو أربع مرات في أسبوع أو حتى خمسة مرات في أسبوع تمرين لا أنت لازم تكون إرادة كبيرة سبعة مرات ممكن مرتين أو من صباح إلى المساء تكون في الجيم وتتمارن وتعمل على طول وكمان عندك بوهبة وكمان عندك ذكاء الزكاء يعني في ناس عاديين في الشارع يرون في التلفزيون الملاكم هو يضرب بس لا لازم ذكاء ذكاء عالية ذكاء خاصة عالية لكي تستطيع أن تكون ملاكم كبير وهذه الذكاء كان عند محمد علي ومايك تايسون والملاكم كبار وترى أيضا محمد علي كان شخص ذكي في كثير أنواع أنه ذكاء في أكثر أنواع وماذا يفعلون يبيرون الصورة يعني يترك أيضا عندي فيديو آخر عن هذا أن يتركك أن يظن أن هذا أو هو يمشي ممكن خمسة مرات يعمل ضرب ويمشي خمسة مرات إذا هذا الانتجاح ولكن يعمله 80% وأنت تظن هذا صورته أنا الآن أعرف أها لما هو يذهب إلى اليسار هذا هو طريقه هذا لكن في اللحظة هو يتركك أن تظن هذا وأنت تعمل هذه الحركة ويأتي لك المية في مية وممكن يعني يصل إلى الـ و هذا هو الرد مني وأشكركم وإذا يعجبكم القناة اشتركوا في القناة وإضغطوا عن لايك وشكرا لكم والسلام عليكم شكرا